الحب قبل الزواج سئلت عنه قبل أسبوع أو أسبوعين ما أدري لكن المهم سئلت عنه وقلنا لا يجوز هذا الأمر وكذا فظن البعض أن الزواج باطل وأن العقد غير صح لا الحب نوعان في حب عفيف وفي حب غير عفيف الحب العفيف هو ما يكتمه الإنسان في قلبه ولا يظهره ولذا قالوا الحب ما منع الكلام الألسنى وألذ شكوى عاشق ما أعلنه الذي لا يعلنه فالحب إذا كان في القلب هذا حب ما يمنع شيء أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل من أحب الناس إليك قال عائشة وكان يقسم بين إنسائه بالعدل صلى الله عليه وسلم لكن كان يحب عائشة أكثر فالحب لا يملكه الإنسان وقد جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك وهو القلب فهلانك الإنسان الذي يحب لا حب حب مو بيدك أصلب لكن حنتكلم عن الحب الذي يترتب عليه طلع مع بعض ما هو زوجها ولا شيء تطلع معها تلمسها يلمسها يقبلها تقبلها ثم تقول والله حنى عن علاقة حب هذا ما هو حب هذه فاحشة ليست زينة لكن فاحشة حرام إنسان يخرج مع امرأة اجنبية يلمسها أو يقبلها أو يكلمها بالغزل أو ينظر إليها وتنظر إليه هذا كله لا يجوز هذا الحب الذي يمنع لأن هذا ليس حبا هذا فاحشة والعياذ بالله أما إنسان أحب امرأة فتزوجها هذا شيء طيب ما في باس لكن أهم شيء لا يتكلمون قبل الزواج لا يصير مغازل بينه وبينها قلنا هذا الذي لا يرضاه الإنسان لأخته ولا لابنته ولا لأمه ولا لعمته ولا لخالته أن أحد يكلمها بهذه الأمور يقول لها أنا أحبك وكذا ميز جوز وكذلك القضية الثانية لو تم هذا الحب لو تم لو واحد أحب واحده فرضنا غلطه وتكلم معها وكذا وبعدين تزوج الله يوفق لكن عليه أن يتوب مما سبق وهي تتوب مما سبق الزواج بعد هذا الحب لا يكفر خطيئة المعصية التي قبل الزواج وهي الحديث الذي دار بينهما أو الخروج مع بعض لا يكفره عليهما أن يتوب إلى الله لكن العقد صحيح الزواج صلى الله عليه يهدينا ويهديهم محمد تعالى لكن الشاهد من هذا أن البعض فهم لما قلنا الحب حرام نقصد الحب الذي يترتب عليه المعاصي أما الحب المكتوم ما فيه بأس وفيه حديث بس موضوع متصدقون أنتوا على الحين ضعيف جدا أو موضوع من عشق فكتم فمات فهو شهيد عرفته هذا حديث باطل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن من عشق وكتم ومات على العشق فهو شهيد يذكرون عن مجنون ليلة مجنون ليلة يعني معروف سموه مجنون ليلة لكن حبه كان عفيف لا عمر لمسها لا عمر قبلها لا عمر كذا الحب عفيف مع أن الناس كلها تعرف أن هذا يحب ليلة طيب لكن ما عمر وقع في الفاحشة معها فيذكرون من شدة حبه لها أنه في يوم الأيام مر على قوم يصلون يعني يصلون مو مسجد مكان يصلون فمر عليهم ما شافهم وهو راجع نادوه قال تعال تعال قال نعم قال شو سوت فيك ليلة قال شو سوت في ليلة قالوا يعني أخذت لبك وأخذت عقلك وأفسدت حياتك يا الحين حنا قاعدين صلي مريت علينا ولا جيت تصلي معنا كل هذا بس تفكري بليلة فقال والله ما رأيتكم والله لو كنتم تحبون الله كما أحب ليلة لما رأيتموني أنا حبي ليلة جعلني ما شو كنت تحبون الله وقعد طالعوني الشي قد طالعوني اخشعوا بالصلاة فسكتهم فالقصد أن الحب هو الحب الأفيف أما غير هذا فلا نعم لا كذا كذا لا يصح أن النبي يقول لا أرى المتحبين إلا النكاح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا صح أن الواحد إذا حب واحد يتزوج لكن إذا تزوجت هيتعلق فيها بعد وهي متزوجة بعد يقول أحبها يعني بعض الناس يقولون هذا ترى الأمر يقول أدعو الله توارك أن تتطلق عشان أخذها فالعياذ يقول هذا ما يحبها هذا أنان يحب نفسه لو كان يحبها يتمنى لها الخير فالقصد أن الإنسان يتق الله توارك في هذه المساء الله المستعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر